عدا موضوع انهيار سد الموصل إلى الواجهة من جديد حيث حذرت وسائل إعلام غربية من أن الوضع في سد الموصل أشبه بالجنون وفي حال انهياره فإن المياه ستغطي المدينة بارتفاع أكثر من 24 متر وقال الصحفي ديكستر ذيلكنز خلال مقابلتنا مع محطة سين أن الأمريكية بعد زيارته للسد والاطلاع على تقارير المسؤولين والمهندسين قال إن النتائج التي ستقع في حال انهيار سد الموصل كارثية وأن احتمال انهياره في أي وقت أمر محتمل مضيفا أن سدا بطول ميلين وبارتفاع أربعمائة قدم هو أشبه ببحيرة ضخمة سيحدث تسونامي هائلا على مسافة مئة ميل بحسب قوله